نتكلم عن خطوات تيسير الزواج خلينا بقى نخش في التفاصيل مباشرة أتكلمت كلام في المجمل وكلام سيد النبي عليه الصلاة والسلام مية التيسير واللي احنا أمة مفروض يعني فيه اعتدال وسطية في كل شيء بلاش مغالاة في أي شيء أريد أن ندخل بقى في أمثلة معينة بتحصل في الواقع يعني الحقيقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سيدنا علي بن أبي طالب يخطب السيدة فاطمة وهي من هي بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتظر من سيدنا علي أن يتكلم ويخشى علي أن يتكلم مرة تلو المرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تريد أن تخطب فاطمة قال بلى يا رسول الله قال فهل معك شيء يعني تمهرها به عندك حاجة تمهرها به قال يا رسول الله ما أنت عارف البير وغطاء زي ما بيقول ما عنديش شيء قال أين درعك الحطمية التي أهديتك إياها قال موجودة في المنزل قال اتني بها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدرع وأعطاها لرسول الله مهرا لبنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فكان مهر بنت سيدنا النبي هدية من سيدنا النبي وأهداها له مرة أخرى سيدنا النبي أنا أهمية المساعدة بين الطرفين طبعا نوف جنب بعض إذا كان الشاب شايفه عنده دين وعنده أخلاق ويستحق أن تساعده فورا أرجوك إفعل ذلك يا أمين مولنس